المتلحات جميلة وسبعة عشر عام وأنا خدمة في هذه المهنة قررت نشد لانتري الدابا الحمد لله وحدي التكسيل وصافة والشواهد دي ونصافة دخلت بديت بديت شطابة يلا أولا قلت عادي الناس ربا غني أعطوه أعلان فلوس وما القواش المرة بحل الفاس فيما نشاتك تحفر اللي داز من حدايا كيقول يلا يعونك أي واحد راجل مراه كلش كي أعطينا التحية حدايا ثم من البوليس كي أعطينا التحية المخزن كي أعطينا التحية وكي قدرنا يعني عاجموا بالحال وحتى الراجل عندي لنا مخدم مايونيكس فرحانة ومزافة سنتي في قلوبنا 34 سنة وخدمة في القطاع مدد دي سبع سنين بديت في الأول بالايور أخدمها كده الشوارش طابة مدد دي العام دست اخذ نصطنو بي صغيرة دست مدد شوية دستيغمي دي الفوالور كنا كنا نسمعوها من عاشي ناس يقول لك يعني هاد الخدمات هادية راجل حقاً لمرة راجل 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 وهذا كنتي قادس كانوتي يقولوها يعني هو باقي الآن يقولون انتشوفوا مرصيك تنفلوا كلماني تسبالي يمشي ظاهرة بحاليك كده مرصيك كميو دي الظل وقينة شجير كان قول شجير ولداتي مفتخرين دي والعائلتي اللي كاملة مفتخرين دي لأن الخدمة ها مش يعيب يعني مهنة شريفة وأساسية ايامات كورونا قاعد الناس قاتلوا نحن دائمين بحالنا بحال نس دي الأمن بحال طيب الخدمات التي تغيرت خدمتها تغيرت تؤدي على أحسن وجه رحم الله ومن عملا عملا وأثقانها المرأة المغربية تبارك الله عليها تفوقت في جميع المجالات تشي ميدان نبقى تجيها صعيب ولا راه الراجل يعني يقدر ريديك شي حاجة وهي ما تقدرش بالعكس المرأة المغربية تبارك الله عليها كل شي متوفقاتية كل شي تقدر كثير بغا توصل شي حاجة توصل ليتا شي حاجة ما صعيبة شوية الصبار وشوية الزعانة بتاح حاجة ما تجيها صعيبة وكل شي توصل لي بإلينا